لدى تفضل سموه بافتتاح معرض الخليج لصناعة 2016 أكد صاحب السموة الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المواقرة أن جودة المنتج البحريني تجعله الخيار الأفضل في السوق خاصة وأنه يراعي بشكل دقيق متطلبات المستهلك واحتياجاته وأشار سموه إلى أن القطاع الصناعي يشكل أحد الأعمد الرئيسة التي ترتكز عليها مملكة البحرين في مساعيها على صعيد تنويع مصادر الدخل لما يمتلكه هذا القطاع من قدرات وإمكانيات هائلة تمثل إضافة حيوية للاقتصاد البحريني لفتا سموه إلى حرص الحكومة على تشجيع الشركات البحرينية على توسيعة شبكة أنشطتها عبر سلسلة من التسهيلات والحوافز والميزات وذلك يسير بشكل متوازن مع دعم الاستثمارات الخليجية والأجنبية في إطار سياسة السوق الحر والمفتوح وأكد سموه أن مملكة البحرين أصبحت تحتل موقعا رائدا على خريطة صناعة المعارض والمؤتمرات الإقليمية في ظل ما تحظى به من بنية تحتية متطورة وعصرية تجذب المستثمرين إليها وأضاف سموه أن المعارض الصناعية المتخصصة ومنها معرض الخليج للصناعة تمثل فرصة لتبادل الخبرات وعقد الصفقات بين الرجال الأعمال والمستثمرين وفتح آفاق أوسع لتنمية الصادرات والاتفاق على مشروعات مشتركة وهذا كله يصب في مصلحة نماء الاقتصاد الوطني وازدهاره وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تفضل فشمل برعايته الكريمة صباح اليوم افتتاح معرض الخليج للصناعة 2016 الذي تنظمه شركة الهلال للمعارض والمؤتمرات في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ما يزيد على ثمانين عارضا يمثلون ستة عشرة دولة من دول المنطقة والعالم وبعد ان قام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقص الشريط ايذانا بافتتاح المعرض قام سموه بجولة في ارجائه طلع خلالها على ما يضمه المعرض من منتجات وتقنيات صناعية حديثة في مجالات الالمنيوم والطاقة وحماية البيئة والحديد والصلب والسبائك والعمليات الصناعية والتصنيع والموانئ والمرافق الصناعية والخدمات اللوجستية والتدريب الصناعي والامن والسلامة في الصناعة وخلال الجولة ابدى سموه اعجابه بنجاح المعرض في استقطاب كبريات الشركات الاقليمية والعالمية المتخصصة في التقنيات الصناعية المتطورة والذي يعكس مكانة البحرين كوجهة رائدة في صناعة المؤتمرات والمعارض ودعى سموه المستثمرين في المجال الصناعي الى التركيز على تنمية الصناعات القائمة على التقنية والتكنولوجيا الحديثة التي يمكن ان تشكل قيمة مضافة للناتج المحلي واشهد سموه بحجم المشاركة في المعرض من قبل العديد من الشركات وهو ما يعكس مدى الثقة التي ينالها المعرض وما يتمتع به من سمعة طيبة في مجال التنظيم والقدرة على استقطاب المستثمرين واكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهمية تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات الصناعة مع التركيز على الصناعات الاكثر مساهمة في اقتصاديات هذه الدول والاستفادة مما تمتلكه هذه الدول من امكانيات بشرية ومادية عالية في توفير احتياجاتها من السلاع المختلفة لا في تنسموه الى انه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الا ان مسيرة العمل مستمرة لتنمية الاقتصاد الوطني وذلك من خلال دعم ومساندة كل قطاع يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وفي مقدمتها قطاع الصناعة بمختلف مجالاته من جانبه تقدم سعادة السيد زايد بن راشد زياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ببالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تفضله برعاية هذا المعرض الذي يضع مملكة البحرين على قائمة الاجندة العالمية للمعارض العالمية مؤكدا ان هذه الرعاية الكريمة من لدن سموه تعكس اهتمام القيادة والحكومة المستمر باستقطاب التقنيات الحديثة والاستثمارات العالمية المتنوعة عبر مثل هذه الفعاليات والمعارض المتخصصة اضافة الى تسخير كل الامكانيات والطاقات المتاحة لتطوير صناعة المعارض وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين واشار الوزير الى الدعم الذي يشهده القطاع الصناعي في مملكة البحرين في الوقت الحاضر والذي يأتي ترجمة لطموح القيادة الحكيمة وتوجهاتها الموقرة في مواصلة النهج الحكيم الذي تتبعه البحرين والمتمثل بشكل خاص بالتركيز على القطاع الصناعي كقطاع واعد وتشهد مساهماته في الناتج المحلي تصاعدا كبيرا عاما بعد عام منوها في هذا السياق الى رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 والاستراتيجيات الوطنية التي تصب في هذه الرؤية واضاف ان المعرض يحظى بدعم كبير من المؤسسات الصناعية بمختلف مستوياتها في مملكة البحرين كما يستقطب اهتمام عدد كبير من الصناعيين والمستثمرين على المستويين الاقليمي والعالمي من جهته توجه سيد انور عبد الرحمن رئيس مجلس ادارة شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعاية السموه للمعرض الامر الذي يجسد مدى حرص سموه على دعم القطاع الصناعي لادراك سموه باهمية هذا القطاع كاحد الروافد الهامة للاقتصاد البحريني وقال ان حرص سموه الدائم على افتتاح المعرض شخصيا يمثل وسامة فخر لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض ويشكل حافزا لها على بذل مزيد من الجهد الاستمرارية في استضافة مختلف المعارض الدولية والاقليمية المتخصصة من ناحيته قال جبران عبد الرحمن المدير التنفيذي لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض اننا نشعر بخالص التقدير والامتنان للدعم السخي والمتواصل من جانب صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في تعزيز مكانة المعرض ليكون المنصة المفضلة للشركات الراغبة في العمل في الاسواق الصناعية المتنامية في منطقة الخليج واكد ان معرض الخليج للصناع 2016 سوف يستفيد من الانجازات الملموسة التي حققتها في دوراته السابقة مضيفا ان معرض هذا العام جاء في وقت حاسم للغاية بالنسبة لاقتصادات دول الخليج وذلك في ظل انخفاض اسعار النفط مما يبرز اهمية تحقيق التنوع الصناعي المنشود لذا فانه من المؤكد ان المعرض سيعكس الاهمية الاستراتيجية للصناع في المنطقة بما يواكب التغيرات ويلبي احتياجات ليس فقط العرضين بل والزوار ايضا واننا نتطلع بكل حماس الى توفير منصة راسخة لتحقيق التواصل وابرام الصفقات المجزية بما يحقق الفائدة لجميع الشركات العاملة في القطاعات الصناعية باعتبارها وجهة راسخة للتجارة والخدمات اللوجستية في منطقة الخليج وقاعدة صناعية استراتيجية للشركات الباحثة عن فرص دخول الاسواق الاقليمية اثبتت مملكة البحرين على مدى التسع سنوات الماضية بانها المكان المثالي لاقامة معرض الخليج للصناعة خاصة اصحاب الاعمال والمتخصصين في المشتريات من داخل المملكة وخارجها يعني عبر هالسنوات هذه عديد من العلاقات يعني كانت نتيجة وتعرفنا عليهم في هذا المعرض فبالعكس احنا نعتبر هذا المعرض فعال وفرصة صراحة دعم الحكومي للقطاع الصناعي بحد ذاته قوي جدا يعني اعطيك على سبيل المثال مشروعنا مجال البنية التحتية توفرت بالكامل الإجراءات سهلت خاصة في المناطق اللي حين صار لها تصنيف صناعي بحد على خلفية الانخفاض التراجيدي لأسعار النفط تتحول الأنظار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومات دول الخليج خلال السنوات الأخيرة والرمية إلى دفع وتسريع برامج تنوع اقتصاداتها واتقف المنطقة الآن وسط حركة استثمارات غير مسبوقة في قطاع المشاريع الصناعية والبنية التحتية تجعلها قادرة على مجارات التبعات النفطية باقتدار صار نمد نتكلم عن تنويع الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي في الحقيقة كان ولا يزال من القطاعات الرئيسية بخلاف القطاعات النفطية في البحرين في الناتج القومي الإجمالي وبالتالي أي زيادة في هذا القطاع وأي تحفيز لهذا القطاع سوف تؤدي إلى شيئا أولا توفيق فرص عمل للوطني البحرينيين والثانيا توسيع تنويع الاقتصاد الوطني وعدم اعتناء على قطاع النفط البحرين أيضا كونها توفر بعض التسهيلات استطاع معرض الخليج للصناعة أن يتحول إلى منصة مثالية للشركات تساعد على تعزيز الوعي بمنتجاتها وخدماتها في هذه المنطقة التي تسخر بأمكانيات النمو الهائلة من خلال التواصل الفعال مع الزوار القادمين من جميع أنحاء المنطقة والساعين إلى التعرف على أحدث التوجهات والإبداعات في القطاعات الصناعية الرئيسية للألمنيوم والمعادن والطاقة